بتعهدات اقتصادية وأمنية حرص الرئيس الأمريكي باراك أوبام على طمأنة نظيره التونسي الباجي قائد السبسي بأنه لا يزال ملتزما بإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس رغم ما تواجهه من تحديات داخلية وتهديدات إقليمية لقد ناقشنا أهمية الأمن وإدراكنا بأن عدم الاستقرار في المنطقة يحطم علينا مواصلة شراكتنا بشكل فعال في جهود مكافعة الإرهاب وإحلال الاستقرار في ليبيا والمصالح بين الأطراف المتنازعة كي لا تكون لدينا دولة فاشلة وفراغ سياسي قد يؤثر على الأوضاع في تونس وفي قرار نادر لقي ترحيبا من الزعيم التونسي يعلن أوباما نيته منح تونس صفة حليف رئيسي للولايات المتحدة غير عضو في منظمة حلف شمال الأطلسية الناتو متعاهدا أيضا بالعمل مع الكونغرس من أجل إقرار مساعدة إضافية بقيمة 100 مليون دولار هذا العام كما عرب البيت الأبيض عن استعداده لتأمين ضمانات قروض ب500 مليون دولار من أجل دعم الإصلاحات التونسية عند الحاجة الرئيس التونسي من جانبه شدد على أن الانتقال الديمقراطي في بلاده لا يزال في منتصف طريق محذرا من أنه يواجه تهديدات داخلية وأخرى ناجمة عن عدم الاستقرار في جارته ليبيا ما كانت أهمية ما حققته تونس في هذا الاتجاه المسار الديمقراطي لابد أن نؤكد أننا ما زلنا في نصف الطريق ولابد أن نواصل العمل حتى نصل إلى أن نثبت المسار الديمقراطي بصفة نهائية في تونس والمسار الديمقراطي دائما مهدد من الفوضى أوباما أعلن أيضا نيته زيادة برامج المنح التعليمية وتوسيع التعاون الاقتصادي كوسيلة لإشعار شباب تونس بثمار التحول الديمقراطي الزيارة السبسي للبيت الأبيض تمنح أوباما فرصة لإبراز اهتمامه وتجديد التزامه بالعمل من أجل إنجاح التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي وإحياء الأمل في روح الربيع العربي رغم ما شهده من تكاسات وإخفاقات في بلدان عربية أخرى هيشان بورار الحرة البيت الأبيض